تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 379 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 293 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 9 أطنان في مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض فتم ضبط أكثر من 261 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فتم ضبط أكثر من 13 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 10 أطنان أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 345 قضية من بينها 129 قضية خبز ناقص الوزن و103 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف فتم ضبط 5 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 253 طن